حزان بورقيبة أحضرت أشياء وشويشة كياس تمشي من حفرة قبطة وحفرة الغو مثلا ماش مجمع مرينة مرينة ومتاجم فلسيفة إذا لم يكن يجب أن تسكن فيه فضلت تتراكم ذات اليمين والشمال إلى جانب المصاريف الضخمة لتنظيف هذه القانالة الاصطناعية هي وشقيقتها التوأم التي تعرف بواد لجراوة خاصة وأن الطريقة الحزامية أصبحت تمثل أهم أسباب أزمة السيارة الخانقة ساعة العباد تلمت وحدها تحرق السيارة غادي وتلمت معنى شيء يوقف المخش كل واحد حسب الله أنا من وكيله غرا لا يوجد عبادش في استعمل مش حطيك زبلة قدم دوري مش حطيك زبلة قدم دوري ولا يحطي زبلة ذات وبعد حلقة خيمة زبلة قدم دوري ولا قدم العباد وقد مشاكل ما العبادة وقد كلمك في متاع أحياء واحد في متاع قليش بنشز على المواطن وين البلديه وين المواطن المواطن كل شيء المواطن وين الحكم وين حالبدأ سبق الحكم بالحوائيه شذيئ ثاني نهار كل وين لما يشغل نهج وينها في السيارة بتاع زبلة وم بعد مجهودات فردية من المواطنين للتنظيف والتجميل والحماية تنتظر دعم وزارة التجهيز والإسكان التي رفض المسؤولوها التصريح رغم وعودهم بالعمل على التحسين والتطوير وحماية سكان الجهة من مخاطر الحزام والواد الذين أصبح مرتعا للحشرات والفضلات وأصحاب السوابق ترجمة نانسي قنقر